مرحبا بكم وشكرا لكم على اختفار اكس برس افهم حلقة جديدة من زون ميكست لليوم الاثنين اثنين ديسمبر الفين واربا واشرين معاكم بشي القروية كوتين ميكرو شكرا اللي بلحصنا على مستوى الاخراج اماما الجبالي في العدد محمد في الاخراج الرقمي تتفرجوا فينا كالعظم ديريك لايف على باج اوفيسي الى اكس برس افهم مرحبا مرحبا بمستمعين ومتفرجين وعدلوا الكلمة خلي يسمي جماعة توتا كامل مرحبا بس بي بسيلة اهلا بشير احبت لك اهلا بشير احبت لك احسن محمد اماما ونسلسو مرحبا بكم كما اقول لدنكش نرجو على مقابلات الجولة العاشرة من البطولة جولة تلعبت على دفعتين بين سبت واحد نبدأ بالماتشوت امتاع البارح التراجي كان فائز على شبابة العمران اثنين بلايش لاتحاد مناسيلي تعادل سفر سفر مع التراجي الجيرجيسي مستقبل سليمان ينهزم ضد السيساس اربعة واحد ونجم المتلاوي يفوز على قويف القافصة اثنين مقابل واحد بالنسبة لماتشوت نارت لسبت الملعب التونسي ربح الديربي على حساب نادي الفريقي واحد بلايش لتوى لربحة مستقبل قابصة اثنين بلايش السابي خسر مع اتخاذ بانجردين واحد بلايش واتحاد تطوين فائز على الولمبيا الباجي على انتيجة واحد بلايش البداية بش تكون بمباراة الديربي الملعب التونسي النادي الفريقي الكنزاري يتفوق على بيتونية تكتيكيا ويرتقي بالبقلاوة للصدرة نرجع معك ذاكر على الماتش هذية اول هزيمة للنادي الفريقي في الموسم هذية فما بعض الانتقادات كانت موجهة للمدرب دافيد بيتوني بعد الماتش خصوصا على مستوى التشكيلة والتغييرات اللي كان قام بهم في الماتش هذية ضد الملعب التونسي شوفنا دجا جمهور الكلوب ما كانش فرحان برشا بالماتش كونتر سليمين باعتبار انه على اساس النادي الفريقي افضل خط دفاع قبل لزوز اهدف ضد مستقبل سليمين عمل تغييرات ماهيش مفهومة خاصة الوقت اللي يبدأ عندك ملاعبي كما فيليب كينزونبي مركي دوبلي كونتر سليمين يجي في الماتش اللي بعدو نلقاهوه موجود على بنك الاحتيات ويدخل يلعب تسعة دقايق باعتبار انه كان اقحم المدارف في تقيقة واحدة ثمانين ساولا خلينا نكون متفاهمين اه انا مش نجاوب على اللي ينتقدو الايجابي مش شوي خبث خطر برشا ناس سانا في اول هزيمة التعنادي الفريقي للاحديث هذا الكل اه اولا من منزل ناس نستغربو للاحكيو على التغييرات تعالى المداربة خطر كان كنا اعمل ثمانية مباريات بكيب استابل وجيه بدلتو ونستغربو يديه فالسفة انتعو منكنوش عنا دوب اللانجاج كنا انا واحد من الناس هنحكيو اللي راح كنا نحكيو على على المدرب كنت نحكي عليه فالسفة جديدة جيت جيبها معاه نشوفوه شنو بش تعطي فالاخر منجيو شغول هزيمة قولوا لأ والله ما كاروش بده فما شوي تفاصيل يصال في مباراة نجمو نحكيو فيه لكن زايدة ما ننسيوش اللي المباراة موسطش المستوي كبير برش كنت غالب عليها التكتكيين دايور شاوطلو ولمارينة حتى فرص شيرتي تكتكيين كانت مواقفة ماركة زار ينكون قولوا تفوق تفوق تكتكيين على مدرب من البريق مسحيح؟ مسحيح ول並且 جيدا மعطو warming pizzитual mtsadi ماذا لا مسحيح؟ نعم قال مرات انا عملت التغييرات حينما شوفته ككا كما كوت النجم نكون موافقة كما لا شفتوا تصريحه هذا احنا بنيو عليو بالخايب كي نتفرجوا فيه التصريح هذا في بطولة اوروبية نبدو نشكره في المدرب يا غلط استعرف لكن مايش ناية العالم في الهزيمة هذي طول نجمه نشوفه المدرب شوف يعمل بعض اول هزيمة لانه وقت اللي نحكيوه على الفلفزان تاعه في الانتصارات ولا في التعدلات مايش نجمه احد مدام هو اللولت نجم تقول كان ناجح اللي يعمل فيه لكن توا في الهزيمة اللوله هذي اللي صارتلو خنشوفوه اسك هون مقتنع بالفلسفة متاعه اسك راح اجيت غالطك سيصلي حاجيت على خطر مثلا النقطين اللي لوموا عليهم فيه اللي قلت عليه اللاعب الكونغولي باللوجيك حتى اللي ماعرش الكورة وقت اللي القاد ديكليك القاد تنطيره متاعه احنا نقوله بالكورة قديش عنده يلعب معاك لعب مهم لعب منتخب لعب صاحب خبرة كاس افريقيا ويلقى روحه في زوزه هداف ومردود طيب ضد سليمان مستحيل ماتش اللي بعده تحطه على البنك حتى مو قبله ودي مستحيل اجيبش نبدو متفهمين ساعة هو كي زومبي لعب شكون عمبلوتاج هو وشكون ماته هو بسه مسرار في ولا بسه مسرار في ماتش سليمان كيف كيف ماركة لا لا مش عكيه على البنطوات شوف انا اللي عجبني في المدرب في التسير اليومي اللي هو اصعب حاجة هنقوله في التسعين دقيقة ما نزال ملقاش روحه في التسير اليومي هو كم مسؤوله يعرفه نحكي على مدير تنفيذي مدير رياضي مدرب سيد مدرب هذي ناجح في تسير اليومي للفريق اللي هو حجرة الملابس مسيطر اللي في كيف مسيطر اه الديسكور صحيح اه قويف الكلام معنطها اللي هي اصعب حاجة تسير يومي في فريق انتي تسير يومي في دارك زو صغير ساعاتي تولي ينفيلات خلي معنطها ثنين وعشرين جهور وكلهم عندهم من نفس الوبجيكتيف حبوا يلعبو تيطلع معنطها تبايع ما تلقيهش معا مشاكل ساعات مادية يعني معا كده باه بالنسبة لتسعين دقيقة ما نزال لحقيقة نقوله لحقيقة كي ما قلت لك اه اللاعب الكونغولي معنطها بصراح مدافع ليسر لازم يكون موجود خطر زوز المباريات اه عداوهم كبار طرح سليمان تقولي انتي سرارفي نقولك انا فما عليش قلت لك يعرف سرارفي ولدنا وولد لي كيب انت يقعد لك على الماكد هذيه تلوجه في التركيبة وفي الديكليك اللي بش يعملوا جور هذيه سالوا مات سليمان معنطها تزيدوا مات شري بعدوا انا مش عكيو راوك اللاعب يجيب الربح عكيو على البتي ديتيك يفون لا ديفيرانس في الكورة اه المدرب كي ما قلت لك طاوب شو نشوفوه شو بش يعمل لانه بش قولي مردود تفرجنا في كورة كبيرة للدربي لأ هو راه ملموش على دبيت بيتواني ذاكر ملموش عليه كان على كينزونبي ليمو عليه مثلا على تاني لترالجوش قتلك الكامروني لترالجوش هذو ماتزوز ما يتبدلوش ينجي موك يتحكي معه عنه ماناش قراب ينجي مراو مثلا الكامروني مثلا عنده دوبلا شجاع يخاف عليه يقول لك نستغل الاخر ليون اهو تخلى في الفلسفى هذي متاع التبديل ايدو وشوف ايدو كيف كيف تخلى في اخر الماتش الحمدي العبيدي ما شوفنيش ياسر ايدو ما نعرش انا ما نقلت لك مانيش معاهم انا ايدو واحد من الناس مدام ما عنديش ما هوش التوب ما عنديش خليفة متاعه ارزيم عالديفونس نرمو الموئن بالنسبة لنا الكالعب نحكي بدنيا نروا بدنيا لزم يكون موجود في الفريق خاصة ما عندكش البديل اما لزمو يخمم المدرب اللي جاية الاخسارة حتى نحكي على جميع النادي الفريق بيجاية الاخسارة مستحيل تعمل عشير ربح مكش هنشوفو في السيتي وهنخلطت بالنفس اللي فيكتيب بالنفس المدرب نشوفو في الريال بالنفس اللي فيكتيب بيزنالو بنفس المدرب لكن هو توا بش نشوفوه انا نستنى فيها اول اخسارة اصطاد مع اي جمعية كان نجم يخسر حتى في بلاده مع جارجيش في بلاده اه هذي امتحان كبير نقولوا احنا معنطا دي بلاسمو عمده مع فريق ممتاز جدا ويلعب على المارات باللولة ايه ما ننساويش الملعب التونسي اللي ما انت راو تحب ولا تكرار انا عندي شوية هيك رقام مظالي من المارس عمنا وما خلصت حتى مبارات في البطول معنطا فريق ما ناقصو شوية نقايتو كذلك ما نمتش الاسبرانس في البلاي او في المارس مارس ايه ما ننهزمش نعرف خير من نوريت اه ما ننهزمش حتى مبارات اه نعملوا ملخص ركاب بالنسبة لنا على المبارات ما كانش كبيرة برشا تكتيكين تفوق مدرب على مدرب المدرب بالنادي الفريقي برشا يستنوا فيه متقلقين من التبديلات على التوماتيزم واللي قولوا فيه التوماتيزم والتوماتيزم ما عندها الكلمتين نحن في تونس قولوا فيه المحلين ومدربين التوماتيزم والان تم دو ماتش هي ما هو وصفيته مثلا مدرب المدرب المتعنيدي الافريقي كان ناجحوا بالارقام افضل خط دفاع افضل خط هجوم الكلوب كانت تعمل في ديز اوكازيون ماتش استاد ما حتى اوكازيون معنات تذكر معتا هذي الحاجة اللي مقلقة لجمهورمتاع النادي الافريقي ناجح تناجح تكاور وتخسر النادي الافريقي ما تكاور شو خسر البطولة باش تلعب ثلاثين ماتش فماشي بطولة متع ماتش وزوزو ثلاثة واربا واي فريق ترجي خسرته لطول خسرته والسي اس اس مزادت المستير مستيرته باش تخسر ماتش وات الفرق وين توي ترشو عليك يقولك اذي قاعد يغاوث لا لا توي هذي اللي مطار كورا تحياتنا لهم محترموه ويرجعوا الكلام عليهم السباعة اللي فاتوا يعفو انا جاينا المستير باش نحكيو عليها اليوم توي نعطيوها حقا لكن نشوف ثلاثين ماتش مايربحهم حتى حد ما فماشي فما حتى فريق في العالم اربحها متشوته الكل في البطول يعي يخسرها يتعاد فم ارسنال عملت اه لا نحكو عليه اه اه ارسنال برا لحدود اه 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 نحكو اه نحكو المهم دونك العقلية كيفش باش تتعامل مع هذوم الظروف اللي تصير فيهم تعمل اربع ماتشوات بهين وبعد تتعادل وتخسر ماتش لازم اكترجع تعرف كيواش ترجع باش تربح الباقي يا سي سويد بنسبة بنسبة هذا علاش باش ننهبط الاكزامبل هذا على الفريقي الفريقي لازم نفهموا ان الماتشوات اللي لعبتهم اللي ربحتهم اغلبهم بستثنان الولمبي الباجي هما في الترتيب وراها اش معتها اش معها اللي وراها في الترتيب كيجا تروحو الملعب تروحو الملعب التونسي حاجدين يا الفريقي تاخو خطوة اخرى وبالي اخرى في اعلى الترتيب ولا الفريقي راو تقف على حقيقتها ونهارت سبت وقفنا الفريقي على برجة حقيق وانا ومش بالضرورة خاطر زاد الكلوب الكلوب ربحت جرجيس اللي هي معناتها سينبون كيب عم السنة عبان تقولي عاملة اكس مع مع السياسيس وعملت اكس مع باجة معتها دوما معتها التلاتة في رقة دوما سدقروا مرسو والمستير دوما اللي نحب نفسره كيفاش تعاملت الافريقي نهار سبت مع المباراة الحقيقة ما كنا ما شفناش مردود كبير من من الفريقي وباش نبدا بالتشكيلة اول اول ملاحظة انك تلعب شوفه ببرشة ريح الاستاد انا كنت موجود في استاد ببرشة ريح يعني الميتونة والكل الريح مع الفريقي لشوف نشوت فما يعني باللوجية كيبدا معاك الريح نجم يعطيك نجم تشوت والتيران تاع الهادي نيفر يعني مش كمارادس واسع وريد تج ضريف وكل شيء الحاجة الثانية ايدو كيبدا معاك الريح وتعرف الكاليتي متاع ايدو ايدو يلعب كما يسمي فيه كل شيء ينجم يركوبير الكورة ويحط ويمهد ويشد زوز ملاعبين دونك شوفه في ايدو راو الميتونة كامل ثاني هو يسخن فمت يعني موش مضروب تجمش ملاعبي مضروب ولا حسب وجايا تعطيه يسخن عشرين دقائقة ويلعب خمسة دقائق سنوارك خليته هذي الحاجة الثانية الحاجة الثانثة فما طوى الجزاري الحمدي العبيدي ما شفناش عمل حاجة كبير فاما ملاحظة لحمزة الخضراوي لحقيقة حمزة الخضراوي اللي شفته من جمهور من جزء كبير من جمهور الملعب تونس على حمزة الخضراوي الساعة ونص هما يسبو فيه وسبوله في امه ما نحبش نقول عادي عادي عالجماهير الكل نحط هو مش عادي سبينه النص لهم لكن عادي لكن ليل الكورة في تونس عالي وماذا بينا ما نشوفوهاش شوف بنعبدة اقل لكن ولكن المدرب عمل غلطة نراها غلطة انتي ومبعد بدلهم الصرار في رجاع منه ولكن رجعوا علش تلعب اذا كان لعبته وسمعت كنت تنجم متلعبوش وتلعب مجيه هلو عندك ملاعبي عندك الجزائري شو 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 سمعني عندنا نصق معك في حكاية عقلية انا ليتو اساس مو ما حبيتوش عبتيتولير مثلا شكون حبيت خضراوي وصرار فيك وخضراوي حطوا بحديه ويهابتو في منوت وانسا يقول لك يقول لك بش يكون موتيفير يعرف يعرف التيرام ليحا وفما حاجة اخرى فما حاجة اخرى فما خلال الجزائري لحقيقة سريع عنده دريبل يعني كان ينجم يكون حل الحاجة الرابعة اللي استغربت الحق تبديلات في الدرجة الاخر درجة الاخر يعني انت خسر انت قبليش مش لك في العالم ما نقبليش التبديل متع درجة الاخر يعني ما فنت كلك شو اللي يضيع في الوقت يعني بتبديل تحط في ملاعبية باش تبدلوا تروح في الدرجة الاخر دخل يده مقرب وكين زومبي ويدو دخلهم في الاخر اغرب حاجة في المبارات قلت نتياسي واسبي اللي هي ان هذي ميش نحتفظ بها روحي مستغر منها ومش نسئل عليها في شوية كواليس تانيين دي لفريك رو اهل العشر دقايق الاخرى رو كمل اربعة ست تسبر خرج اللي عبيديو داخل دومين اللي هو العشر دقايق الاخرانين في العالم والسبعة دقايق والستة خانو نقولو الاربعة دقايق بالوقت الضايع لدي الرابح ساكل وسط ويعبي لك سنتراج خاطة لدي ورسايف شوالي سيوتو ماتيك بسيشيك يلعب على لسنتراج ما عندك حتى حد لكن فما حاجة لانا لحطة نشوف فيه ماركنزاري وركز الماعب الذمة لدقيقة تسعين لدقيقة تسعين يطلو فيه وصلوا يلعبوا وصلوا يلعبوا أربعة في ديزيوماتر يعني أربعة للأمان في هذية في ماركنزاري وشفت يعني حتى كيفش يكلم فيهم كان منفعلهم لعبيته ما خلهمش حتى ثانية يرجع الحاجة الاخرى وسط النادي الفريقي الحقيقة ريت أحمد خليل تقريب 6-7 كور يمد على العلمين طريقة العرض وانت خاسر وتلعب العرض بطريقة سيئة وردئة جدا ولا يرجع التالي ملقيتش الحل ملقاش الحل لقى الحل المدر وذي ما يعاب على أحمد خليل من قبل أحمد خليل عمرو معتا حلوله أحمد خليل لعب العرض أحمد خليل عمرو معتا حلوله جمية لنادي الفريق أحمد خليل ذكرني فيه حاجة مرة يعني ماتش متأخرة فيه نادي الفريق وهز نذكر ويسام يحي ويسام كان وتبدأ الفريق الموسيقى لا يعني أحمد خليل سنتينيل سنتينيل ولا لا لعب مرات لعب حتى روليار وكل شيء لكن لعب يعطي حلول شوفنا غيلان مثلا شوفنا ملعبية آخرين ينجم يعطيك حلول في فرق خاصة في بطولتنا ومع فرق يبدأ المستوى ما تقارب كان النجم يعطي الحل أحمد خليل الحقيقة كان ورزين برش وسط نادي الفريقي دونك يعني خلى ملعبية الملعب تونسي وش نعطوه مستحقاق؟ نحطوه مستحقاق الملعب التونسي اللي عمل ماتش بيس ممتاز ممتاز أكي معاتها البونتو اللي مركيه بونار يعني جاي في وقت مهم زادة دقيقة يمكن قبل ما يوفى الشوت لوليني الملعب التونسي يعني رباح الماتش اللي يلزموا يربحوا الملعب التونسي باش نبدأ بحاجة مهمة خلينا من سامي هلال لخذا حظه ممكن في مرات اللي فاتوا مع المتخبكي حكينا عليه لكن حب نحكي على الدفاع الملعب التونسي الحقيقة اللي يزاكسي هو وفهمة هادي خلفة هادي خلفة كان ممتاز وممتاز جدا تقريبا بسام السرار طبعا هو تكون في تطاوي لكن العب في الأفريقي العب في المستير هو والكوني ونعرف هنا من اللي كان في تطاوي يعني ريار درواء ممتاز برشا ويعني تبارك الله ليه بلا لا يتمال وترالجوش نظال عيفي عمل ونظال عيفي ويعني مقابلين ومخذاوا معه حتى كورة وبنجموا تقريبا يعملوا مع حتى دريبل يعني هادي كيف كيف الثنائم تاع آآ وسط الدفاع يعني تناغم كبير برغم اللي شوفنا كيما حكيت لك الميتون الأول الأفريقي كان الريح قوي وكانت تعرف تقلق السرطول الكورة التوان وفهمة الحاجة أمارو أمارو لحقيقة يعني ملاعبي ماشاء الله يعني لجانب 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 المليو تريو متاع المليوتيرا ممتازين عند بونارد وري ومارو وصفي الملعب التونسي نقص على الاترال وفنسانتر نحكي فاق مه فلوه في قبيلة نجم لكم مرهنة كبير على البوتون شوف شرح نادي سمحني الملعب التونسي يعني التشكيلة متكاملة وفهمة زي ما حكيت انت حكيناها قبل حتى بندخله للستوديو يعني قد ديدة صدق قد ديدة إن شاء الله يزيدي ماركي وكل شي بشي يثبت لكن ملعب التونسي الرهو أنه لازم مهاجم قد ناس اللي جي حط الكورة في الشبكة في العالم أنا كنت أتورش في جامعية ونلقى مثلا نقام كيف ما ندي الفريقي في الهجوم الأولى ديرك نمشي نشوف كنا قد دمئة الدفنسوريات الماركي نخاف منها أنا خاف منها بطولة كل ما فيهاش خاف منها ما ماركيش شوحوا ديشت الدفنسوريات رونرد السورفاس اللي قاعد الماركي حتى أقل في النمبر تعطيني أربعة شبونتو ماركينا ديميات ودفنسوريات وتقالي تعطيني سبعة كل ما تكونين تقولك نمشي لسبعة بوت حاجة الأخرى كلمة الأخرى في حق ماهر كنزاري ماهر كنزاري جاءوا بالناس اللي تكلموا وقتا اللي جاء أول السيزن ماهر كنزاري بالناسبة اللي أنا أثبت اللي هو مدرب وممتاز مش تحق شاني من عندي هنا لكن لا حتى لسين منشوفش يحكي في حاجة غالطة لا 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 احنا وفهم برشة برشة من الجمهور رياضي مايحبش كلمة الحق لا 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 ارى وفهم برشة كلمة يقول فيه ماركا زاري موش غالط شو 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 يحكي على يحكي شو شو اسمعني مهر وصاحبي وخوي قرأ معي وبيت معي مع انت عشرة كبيرة وفرض عمرتاوية اي اي اه بش ننظري شوي في الكلمة اي اي اه الكلمة اللي قالوا صحيح موجود فيه جمعيتكم كل وار والاربيتر والبريسيون كل تعمل فيه اي هو انا تمانيت انا تمانيت ويتكلم انا تمانيت انا تمانيت ويتكلم والمباراة اه عاملة عادل ولا 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 انا جموت على الانتربيو في البوزيسيون في بلاس وقتا ناسمعك نحكي كل را لكن الاحكاية ما يتحمل مسؤولياته اي ما يتو الاحكاية موش غالت ليه الاحكاية موش غالت مش هنجيبش كله والله ما فهم مش بدينا الفضل الكل جمعيت كل تعمل فيه بريسيون على الاربيتر اقبل ماتش بعد الماتش في الكل وار الباب برا شوف البيبان هم تراكم تطوي البيبان بتاع الفيسياريت بتاع 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 الليزربيتر كل مخلوعي احنا في تطوي الحقهم لالا مريقلي صالحين لالا يعطيهم تحية لالتحية الرياضي ومشرفين هكا الحكام مسئله صدقنا ولا لكلمنا ربيتر اربعة واحد النادي سفيقسي ينتصر على مستقبل سليمان شفنا حازم حاجحسن ماركة شفنا لاشرف الحباسي النادي السفيقسي رجع معنا نعوش رجع معنا عنده عنده نيفو متاع السياس والريزولتات اللي قاعد عام فيهم متذبذ بين للريزولتات يربح لك ماتش بعد يخسر بعد يعمل نيل بعد يحاو موش استعب الفنين موش استعب الفنين نحنا شفنا دجا والتالبارح تباجو في سل متاع السياس هبتت كوميونيكي بعض الخسارة بيامات بعد بردد شوية الخسارة متاع قسنتينة قال لوا بشيكون فاما ام بوان مل اول مع الانترينير ومبعد مع العبية كل واحد على حداء هون اللي سئلا ان يسأل اسك بعد الانتصار متاع البرح اسك الانترينير متاع السياس دوس انتوس ينجم يخو سورسي معنا حتى كانوا يمكن يفكروا في الاقالة متاعو يمكن ان تتبدل شوية لوا قلت سورسي منجم يكون مطمئ منجم يكون مطمئ اللي هو سورسي اللي هو تحب ولا نكره ديما العين موجود على كاس فريقة جماهيرة لان فريقة الكاف لان اكثر نوادي هزا في كاس فريقة كوب جاكاف معنا فما شوف فما جماهير رائلة تستعرف تقول متوسط لو فماش فلوس رائل عنده ازمة هزا كل مي يستعرف بي حتى حد معناتها النادي سفاقسي المدرب شفت الربح محليه شفت التهديف محليه خلي العباة تخدم عليه مرتاح ان اكد لك كما ربح في السيمان اليوم يصبح مش في التيرا مهما تكون مهما قبل قالو شكوب صحح مع تسافر راونات الخميس باش تطلع عنده ماتش في انجولا وفي رسانيا نحكي لك الاثناشين يوم هذا مصير يتحدد اللي هو خفف على رعب المباراة تعالبوتولة شوف انا شوف المدرب كنت من جولة ثانية والثالثة والتحذيرات اللي عملها وكلماتشوات ودية اللي عملها تقريبا صعيب برش يكمل بالطريقة ربح سليمان مستقبل سليمان يعني سليمان زادراو سينبون اكيب راو معتا لنا بادي ميريت كونتر كونتر لكلوب في الجورنال اللي فاتت البرح زادراو معتا خرج لها جوار كارتون روش في الميتون الولاني كانت نجم تكون مغايلة سليمان معتا سليمان كانت ربح دو زيرون بعد رجعت مزيان يعني ويعملوا في وعندهم تكنيك وتكنيك باهي يبقى المشكلة متاع مستقبل سليمان وانه يعمل لك زوز ثلاثة متشوات يعني وبعد تشوف ثلاثة اربعة متشوات تعكس اللي شفته يعني عرفتك الجمعية اللي تمشي من جهة الجهة ما فاماش المساحة الوسط ما فاماش فهمت يعني يا جيد يا سيء وكي ما يجيب لك متش متوسط وكل شي هذا اربعة خمسة متشوات اللي تبعتهم بالنسبة لنادي السفاقسي ظاهروا انه عدم الاستقرار التكتيكي هو وطريقة ادارة اليفكتيف به نشوفه في نفس التبديلات تقريبا اللي يعمل فيها في كل متش اربعة وخمسة تبديلات ونشوفه في ملاعبية اللي كونفيرميت او المتشوات اللي عملهم اللوقات اللي خداهم بركات الحميدي اللوقات اللي خداهم حباسي اللوقات الباهين وكل شي الوليد اللي خداوها من باجة العبسي العبسي يعني ملاعب يلعب لك ما تشباه ملاعب ما تلقاش فهم وفضاعات ما لقناش حال الملاعبية حتى في القايمة سمحني الحاجة الاخرة السياسيس السياسيس في كل ما اراه تاخذ وقت وتلقى مساحة عراهة مركز السياسيس ضد الفرق الكل يعني السياسيس تحبذ من قبل اللعب السريع يعني بنو الهجم من الوسط ويلعبوا لعب سريع وسياسيس هكالش برشا يقول السياسيس يتفرج لأنه طريقة يلعبوا بها وتكونوا بها ممكن أغلب ملاعبية السياسيس وأنه الباس واحد وراب يتيت وطول يمشي للزويماتر وكل شي ما نذكر شي السياسيس لعبوا ماتشوات طايحين البلوك برشا لعبوا ماتش كونتر لكل بمطايحين بلوك يعني تقريبا 80 دقيق أبهر درجة اللولين باقي كل شد دولتان سنون باقي دي ما السياسي تهاجم وفي أغلب مباراة مركز سهاي بزروق لمو عليه برشا لحب سليمان بعد الماتش حتى فما برشا فيهم كانوا طلبوا بالاستقالة نسمع فيهم أنا كنت حاضر في الماتش يقولوا نهار ثمين ما غير ماتش يتراني وندراش وندراش شنو دوك هوني شكرناه نحن سوهاي بزروق في وقت سبق قلنا معتا سي سي جون انترينر اه 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 اوداسيو اه في بعض الماتش في الكلب حسين الانوي ولا الاراج دوك اللي كانت يماتش الكلب حسينيه في الماتش مطا تشوف ساولا ان psyشيك تحس جوريت عند بلوكاج اللي مزل مربحوش اه تحس مزل مربحوش اه 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 تحس مزل مربحوش و و و برش عليها سليمين في الورقة حمرة ما عندهم شي فكتيف اللازم بش 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 يزيط ويقدم اكثر مالقرية المدرب ما عنده يلعب ياسر وفوانصيف موش خواف ما عنده موجود اه شكرناه المدرب انا واحد الناس نقطه على التصريحات وبس لكن بصراحة لازم يخدم ما عنده شلالية الكبيرة ولا عنده الفكتيف الكبير اللي هو بش يدورو نعرفوها سليمان معناتها ديما المستوى بتاع ذاك لكن المدرب هذا وراء عمنا في المرسل وراء يخلي ويخدم مخسرش معه نبورتكيز زوز ماتشويت دو مرسو كبار وربع عظم الكلوب ووسفيقس كان نجم يسكر التالي ويلعب ويلوج على الواحد لكن هو يريد زوز مباراة يحب يربح واضح هذا فيما يخص الزوز ماتشويت الليلين اللي حكين عليه ماتش ستاد ولكلوب وماتش السيسي سليمان موعد الأخبار ثم مواصلين في زون ميكس تحت الخمسة متى العشرة